صديقي المشاهد إذا كنت تعيش في عمارة سكنية فيها الكثير من الجيران وانتابك الارتياب من أحدهم فنصيحتي لك أهرب على الفور لماذا؟ سأخبرك لماذا بعد أن تضع لايك وتشترك بالقناة وننطلق في قصتنا تبدأ القصة بفتاة تعيش في هذه الشقق الكثيرة وجالسة على جهاز الحاسوب وتسمع صوتا يأتي من الشقة التي فوقها تماما وتقول في بعض الأحيان أسمع هذا الصوت مثل شيء ما يتم سحبه إنه أخف من أن يكون أريكا وأثقل من أن يكون مقعد إذا كنت سأخمن إنه قريب من وزن جسم بشري لا 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 يجب أن يكون كيس أرز أو شيء ما دعينا نركز فقط على المهمة المهمة هي واجب من المدرسة الرجل الذي يعيش في الطابق العلوي لقد رأيته مرتين فقط كانت المرة الأولى عندما كان علي استخدام الدرج لأن المصعد قد تعطل والمرة الثانية عندما ذهبت عن طريق الخطأ إلى الطابق الثالث عشر الطابق الذي فوق شقتي لقد كان يتألق مع سيدة ذات شعر طويل وذهبت للأسفل سريعا قبل أن يلاحظني هذا الجار أتساءل ماذا يعمل هذا الرجل الغامض ها لا أدري نامت ونجدها استيقظت متأخرة في الصباح ماذا؟ إنه الصباح أشعر بالتعب قليلا كما لو أنني لم أحصل على أي راحة في حياتي تذهب لغسل وجهها وتقول بما أنها متعبة جدا ولن أذهب سيرا إلى المحطة وتطلب أوبر وفجأة تسمع صوتا مريبا من الشقة العلوية صوتا يجعلها تخاف ويقلقها جدا لكن يقتلها الفضول وتذهب للشقة ترن الجرس مرحبا أيوجد أحد في المنزل تقترب من الباب وتقول أنا لست مخطئة يأتي الصوت من هذه الشقة من فضلك أيها الذي بالداخل أجب أرجوك أجبني هل أنت بحاجة للمساعدة؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لا أعرف هذا الشخص حتى وأحتاج إلى الاستعداد للذهاب للمدرسة لأنني متأخرة ولكن ماذا لو حدث شيء سيء حقا للرجل بالداخل؟ تتحمس صديقتنا وتقول المعذرة سأعد حتى عشرة إذ لم ترد علي خلال عشر ثوان فسأتصل بالشرطة واحد اثنان ثلاثة خمسة سبعة تسعة عشرة وقبل أن تتصل لن أفعل هذا لو كنت مكانك أحدهم يقول هذه الكلمات التي تجعلها تتخشب للحظة تنظر خلفها إذ أنه صاحب الشقة ويقول هل لي أن أعلم ما هو عملك بالوقوف أمام شقة تنظر إليه برعب إذ معه قطة وطعام لهذه القطة تتوتر وتقول أها سمعت صوتا غريبا لذا اعتقدت أن شخصا ما قد يحتاج إلى المساعدة أو شيء من هذا القبيل يقول لها صوت غريب آه هذه يجب أن تكون قطتي ملو إنها تصدر ضوضاء دائما عندما تكون جائعة انظري يريها أن يده المختوشة ما زلت أمتلك الخدشة منها إنها شقية بعض الشيء تجيبه بخوف حسنا أنا سعيدة لأنه ليس شيئا سيئا أو خطيرا لذا من فضلك أعذرني تغادر وهي مغادرة ينادي عليها هي أنت أنت تعيشين أسفل مني أليس كذلك؟ إذن أراكي بالجوار فتقول ها حسنا وتكمل طريقها قائلة أشعر بالضيق حيال ذلك الرجل لبعض الأسباب يدخل إلى شقته و نعم يعطينا هذه النظرة المرعبة قبل أن يخلق الباب نذهب لليوم التالي ونجد البطلة موجودة في المدرسة وأخبرت صديقتها بكل شيء فصديقتها متفاجئة الصوت الذي تتحدثين عنه فقد صوته قط غريب نعم من الشقة التي في الطابق العلوي الرجل الذي يعيشه هناك قال أنها قطة ولكن الصوت لم يكن يبدو كقطة ماذا كان يبدو؟ فتقول حسنا أنه مثل لا يمكن أن يوصفه لكنه مثل ذلك لأنها تقصد أصدقائي كصوت أحد وضع لزق على فمه فتقول أنا سيئة جدا في التعبير لكن الصوت بدأ غريبا بالتأكيد فصديقتها تقول جدي يحتفظ بالكثير من القطط في منزله فقط بعض القطط تصدر أصوات غريبة لقد حذرت على قناة في اليوتيوب انظري هذه القطة تتحدث مثل البطة فتنصدم ها؟ يالا الدهشة لذا هذا طبيعي تماما لقد قلقت من أجلي لا شيء صديقتها تقول أنت من النوع الذي يصاب بالذعر بسهولة هناك أيضا هذه القطة التي تصدر صوتا مثل ويأتي شابان إليها إذ أن صديقتها مشهورة جدا بالمدرسة صباح الخير يا جميلة شكرا وهي أيضا تعطيهم ردة فعل مش إنها تطنشهم تبدأ بالخجل وأشياء لا تهمنا على أي حال تأتي فتاتان إحدا هما مسلمة وأنا انصدمت جدا وجود فتاة محجبة في هذه المانهوة مرحبا صباح الخير يا هاو هاو صديقة البطلة أنيسا وكريستين يوقفون معانا ويبدأون بالتحدث والبطلة تقول في نفسها لقد كنت صديقة لهاو منذ المدرسة الثانوية إنها مرحة وودودة مع الجميع علاوة على ذلك لديها وجه جميل وشكل لطيف حتى صوتها لطيف ومريح فقد كان مشهورا لدرجة أنه تم تسميتها بالأميرة في ذلك الوقت وصديقاتها أصدقائي يعزمناها على حفلة لكن تسأل روزي روزي هل ستذهبين فتقول روزي آسفة ندي وظيفة اليوم لدوام جزئي فتعتذرسها وتقول إذن لن أذهب أيضا آسفة على ذلك يغادرن فتقول روزي هاي يمكنك الذهاب فقط إذا كنت ترغبين في ذلك أنا متأكدة من أنهم سيكونون سعداء بوجودك هناك تجيبها لا أنا لا أريد أن أتركك سأبقى إلى جانبك إلا الأبد يمكننا فقط أن نحصل على حفلة معا في منزلي أليس كذلك عندما تكونين متفرغة بالطبع بطلتنا تخجل وتعلم بأن صديقتها جيدة جدا لكن هناك فتاتان ينمان إحدهما تقول إنهم ملتصقتان دائما معا أليس كذلك لقد سمعت أنهم كانوا أصدقاء منذ المدرسة الثانوية ألا تعتقدين أنهم مختلفون جدا ليكونوا قريبين الفتاة التي ترتدي النظرات هادئة للغاية مهلا ماذا لو كانت في الواقع تبتزها ليكونوا صديقان فالبطل تسمعهم وفي نفسها تقول في بعض الأحيان يتحدث الناس من خلف ظهرنا بالهراء فقط لأننا مختلفتان ولكن القاء مثل هذه الاتهامات هذا قليلا يتجاوز الحد تكون بدها تحكي محهم لكن يخرج شاب يضع يده على رأس البطل ويقول مهلا يا فتيات النميمة ليست شيء رائع ليس كذلك وهل يمكن أن تجعلوا صوتكم أعلى أعتقد أن المبنى بأكمله يمكنه أن يسمع هذه النقطة ويسمع نميمتكم أم أن هذا كنتم تقصدون هذه الفتاة أغربوا من هنا هيا أغربوا من هنا وروزي ليست سيئة حسنا إذا نظرتم إليها عن قرب فهي لطيفة مثل جرو ولديها قلب مثل ملاك روزي تقول اهدأ هذا يكفي أقدر ذلك ولكن لا تتدخل هكذا فجأة وأنت لقد رفضتك للتو أليس كذلك لا تكون ودودا معي إذ أنه أتى لروزي وطلب أنه يصيروا أصدقاء وعلاقة حب بينهم لكنها رفضت لكن أجاب وبالطبع لن أستسلم سأجعلك تسقطين رأسا على عقب من أجلي في وقت قريب تقول هذا مثابر جدا يرسم قلب بديه ويقول المثابر هو الاسم الأوسط لي هذا الرجل تقول في نفسها هذا الرجل هو رافي لسبب غير معروف هو مهتم بي ولكن مبالغته مزعجة نوعا ما ونجد أصدقائه يقولون له حظا موافقا لا تستسلم يا أخي لا تستسلم البطرة تقضب وتقول لا تشجعه هاي رافي لماذا تحبني كثيرا على أي حال لا أعتقد أنني فعلت أي شيء من شأنه أن يلفت انتباه أي شخص على وجه الخصوص فأجاب هذا لأنه القدر قدر لنا أن نكون معا هل لاحظت أن الأحرف الأولى لإسمنا كلاهما يبدأون بحرف ر ها ها تنصدم وأنا انصدمت والجمهور انصدم وكل الدنيا انصدمت فشوار رابطة فيكمل قائلا حتى أن أسماءنا الحقيقية مكونة من ثلاثة مقاطع رافي درين وروزانا مستفيس تبدأ بالصراخ لا تفعل لا تفعل ذلك لا تدعني بإسم الحقيقي ما زالت تصرخ أرجوك توقف أرجوك توقف ونجد أن صديقتها أيضا تبتسم على أي حال يذهبون إلى الفصل ونجد أنهم أخبروا هذا الشاب بكل شيء نعم نعم فيقول سمعت روزي صوتا غريبا قادما من شقة تجار من الطابق العلوي هذا غريب فتقول في صديقتها يبدو مثل هم هم صحيح يا روزي فينصدم من الأصوات ويقول مثل شخص ما مغطى فمه في الثلاث أصدقاء لما حكى هاي الجملة انصدموا وسكتوا لجزء من الثانية فقال الشاب روزي أنا لا أريد أن أقول هذا ولكن هذا الرجل من المحتمل أن يكون قاتلا متسلسلا ولكن لا تقلقي لأن أميرك الجذاب موجود هنا لحمايتك تبدأ بالتفكير قاتل متسلسل يعيش في شقة مثلي إذا كان لديه وقت للتجول وقتل الناس فقد يكون لديه وظيفة تجلب الكثير من المال هذا غير صحيح هذا غير صحيح فتعتص البطلة فيسألونها هل أنت بخير لكن على ما يبدو أصدقائي بأنها أخذت نزلة برت من ليلة البارحة لكن ركزوا معي الشاب بس يسمح عطصة تقول عطصة لطيفة ينهض ينزع رداءه ويمده يعطيها إياه رائع هذه الشخصية رائعة جدا لكنها ترفض أخذ الجاكت على أي حال تنتهي الحصة ويغادر قائلا أحتاج إلى الخروج الآن أراكم لاحقا وبطلتنا متعبة جدا بدأت تشعر بمرض شديد صديقتها تسألها روزي تبدين شاحبة الوجه رأسي يؤلمني وأشعر بالبرد هذا الفصل بارج جدا لنذهب للغ خارج عندما خرجه تبدأ بقياس حرارتها وتقول رأسك ساخن جدا من المحتمل أن تكون حمى هل تريدين الذهاب إلى العيادة؟ لا لا أنا بخير نمت في الثالث صباحا الليلة الماضية لأنهاء الواجب من المحتمل بسبب ذلك فتتركها البطلة وتقول لا تقلقي لا تقلقي علي أراكي غدا علي الذهاب إلى دوام الجزئي نجدها أنها تعمل منظف أصدقائي تنظف البيوت مع إحدى السيدات وهذه السيدة تقول لها نظف الحمام جيدا ولا تتركي أي بقعة تبدأ بتنظيف الحمام لكن رؤيتها تبدأ تصبح ضبابية وتشعر بألم شديد تعود إلى سيدتها وتقول سيدتي هل يمكنني العودة مبكرا اليوم؟ أنا لا أشعر أنني بحالة جيدة مطلقا هذه العجوز تخرج دواء من جيبها وتقول لها خذي هذه الأدوية ندي خمس غرف أخرى لتنظيفها الليلة لذا سأكملها لوحدي خذي هذا الدواء وغادري تأخذ الدواء وتعود إلى الشقة بطلتنا أصدقائي تركب في المصعد وهناك شابان في المصعد وهي متعبة وحرارتها مرتفعة للغاية لكن هؤلاء الاثنان المقرفين أحدهم يقول انظر هل هي في حالة سكر؟ لنصور مقطع فيديو مهلا مهلا سنقوم بالإبلاغ عنك إذا فعلت هذا فتقول لهم اخرسوا أيها الحمقة أنا لست في حالة سكر أيها الأوغاد اللعنة أكره حقا أن يتم رؤيتي كشخص ضعيف فهؤلاء الشابان في الطابق الثمانية يخرجوا من المصعد للتذكير بطلتنا تعيش في الشقة رقم 12 والمجرم يعيش في الشقة رقم 13 تقول لقد ذهبوا لا أريد أن أرتطم بهؤلاء الرجال مرة أخرى فلنا تجنب الطابق الثامن من الآن فصاعدا وبدل أن تضغط على الرقم 12 في المصعد تضغط على الرقم 13 تقول لا أطيق الانتظار من أجل الاستحمام والنوم أشعر بالتعرق والتعب واللزوجة تصل إلى الطابق الثالث عشر ظنا منها أنه الطابق الثاني عشر تمشي في الرواق وتقول آه صحيح لم أقم بالغسيل بإمكاني فقط ارتداء تيشيرت الأمس الليلة لكن ما الذي سأرتديه من أجل فصل الغد سأضطر للذهاب تفتح باب الشقة وتدخل سأضطر للذهاب إلى المخسلة أولا صباحا قد آمل أن أتمكن من الاستيقاظ مبكرا يا هذا الصداع مزعج للغاية تبدأ بخلع حذائها لكن قبل أن تخلعه تنظر إذ أن هناك طعام للقطط وهذه ليست شقتها فتصعق وتقول هذا ليس منزلي وصوت من الخلف يتحدث بالرواق مع إحدى السيدات قائلا لها هل تشعرين بتحسن الآن دعينا نعود للداخل يفتح الباب لم تأكل أي شيء صحيح عندما يفتح الباب البطل تفقد صوابها وترتعد من الخوف آه اللعنة نجد أصدقائي في الخارج الفتاة التي مع الجار تستفرق وفي حالة سكر شديدة يضع يده على ظهرها ويبدأ بتهدئتها ويقول لها هيا هيا أخرجي كل شيء وبطلتنا تبدأ بالتزحف كي لا يراها بأبطأ ما لديها ثم يأخذ هذه الفتاة ويقول هل نذهب للداخل عندما يفتح الباب ويدخل نجد البطل ترتعد جدا وتقول بكل خوف ما الذي يجب أن أفعله الآن لقد كنت مشتتة في أفكاري حتى أنني لم أدرك دخولي إلى المنزل الخطأ يفتح الباب ويدخل ويقول للفتاة التي معه كوني حذرة في المشي أترون أصدقائي هذا الباب البني بطلتنا استخبت في هذه الغرفة وهي غرفة مليئة بالمنظفات وأشياء غريبة كالمكانس وعد كثيرا من المنظفات سنعلم لماذا قريبا خائفة ومتوترة وتقول اللعنة ما الذي يجب أن أفعله الآن إذا رأوني فهم سيفهمونني خطأ كيف يمكنني الخروج من هذا الوضع على أي تحال نجد هذا الحقير ليش أنا حكيت عن الحقير لسه ما ندرى على أي تحال نجده يأخذ من الثلاجة الطعام والفتاة هذه التي معه تقول آسفة للمجيء فجأة على هذا النحو فيجيبها لا تقلقي لقد فجأت فقط هذا كل شيء في الواقع إذا كنت بحاجة إلى القيام بذلك فيمكنك استخدام الحمام أيضا تقول كلا لا أريدك أن تنظف خلفي أنا شيء تافه على أي حال فيسألها ما الأمر مع الحديث المفاجئ عن الذات هذه ليست عادتك تضع يدها على بطنها وتقول اكتشفت أنني حامل أخبرت صديقي ولكن لم يكن مسرورا بذلك وبعد ذلك اليوم قام بإحضار إمرأة أخرى للمنزل لمقابلتي نجد بلطالتنا أصدقائي تتنصت وتتسمع وكأنها من العيلة على أي حال يقول لها هذا أمر مروع هيا اشرب بعض الماء فتكمل كلامها بعد ذلك لم أفكر كثيرا هربت على الفور من المنزل كان ذلك في الوقت الذي اتصلت فيه بك أنا آسفة جدا يعطيها الماء ويقول هاي لا تقلقي بشأن ذلك قلت لك أليس كذلك يمكنك الاعتماد علي إذا احتشت إلى المساعدة في أي وقت يبتسم ابتساما لطيفا ويقول لهذا السبب أعطيتك رقمي في المقام الأول البطلة تقول في نفسها سيدة مسكينة لا يجب أن أتنصت ولكن إذا تجرأ صديقك على فعل مثل هذه الحيلة كان من الأفضل أن يقول أنه لا يريدك بعد الآن نجد البطلة تنظر من نتفهك شيء ضيق جدا من طرف الباب وتقول اعتقدت أن هناك شيء ما مريب حول هذا الرجل ولكن ربما يكون شخصا لطيفا بعد كل شيء على أي حال سأستغل فرصتي في الخروج عندما يغادرون أو ينامون فلنأخذ هذا الوقت للراحة وتهدئة رأسي نأمل أن لا يجدوني حتى ذلك الحين نعود للفتاة هذه وتقول لهذا الرجل هاي ألست جميلة يقولها المرأة التي أحضرها التي أحضرها للمنزل هي شابة ورائعة مقارنة بي يجب أن أكون عجوز كبيرة لدي شخصية جبانة أيضا أراهن أنها كانت تضحك خلف ظهري يتنهد ويقول إذا كان هذا هو ما يزعجك دعيني أقول هذا فقط أنت جميلة جميلة جدا يضع يده على وجهه ويقول لم يكن لدي فرصة لإخبارك من قبل لكنك لفت انتباهي في اللحظة التي وقعت فيها عيني عليك أنا أحب شعرك بشكل خاص إنه ناعم وحريري إنه أجمل ما رأيته على الإطلاق تخجل وتقول حقا هل تعتقد ذلك حقا يبتسم ويمسك السكين ويقول نعم ولكن هناك شيء مفقود سيكون أجمل إذا كان مغطى بالدماء ويبدأ بالتحول لهيئة شيطان تصرخ وتدفعه وفجأة يقوم بقطع حنجراتها لماذا قطع حنجراتها كي لا تستطيع الصراخ لم يضربها ضرب قاتل إنه متمرس قاتل متمرس ضربها بطريقة تفقد الطريقة والقدرة على الصراخ نجد هذه الفتاة سقطت على الأرض وهو ينظر إليها بطريقة شيطانية بطلتنا كانت قد غفت لكنها سمعت صوت السقوط ما كذا ذلك شيء ما يسقط تنظر من الباب نجد هذا الحقير يقول نعم تماما هكذا إغراق شعرك في اللون الأحمر القرمزي من دمك هو مشهد مذهل جدا لكن نجدها تكافح هذه الفتاة وتضع يدها على بطنها محاولة لحماية جنينها الذي في بطنها فعندما يراها وضعت يديها على بطنها يقول ما هذا أنت تحمين طفلك يرفع السكين ويقول نستي بحاجة إليه بعد الآن وبطلتنا تنظر وترتعد وتتعرق وتفقد السيطرة على عقلها وتقول لقد قطع حلقها لذلك لن تكون قادرة على الصراخ تبدأ بطلتنا بالزحف من الخوف وتضرب في المكنسة تسقط المكنسة على الأرض فترتعد وتخاف وهذا الحقير يسمع صوت المكنسة فينظر باتجاه الباب بطريقة مرعبة وكله دماء تبدأ بطلتنا بالصراخ اللعنة سيقوم بقتل إنه قادم إلا هنا تنظر إذ أن هناك شباك خلفها فعندما يفتح الباب لا يجدها ينظر فينتبه أن المكنسة التي سقطت يرفع المكنسة ويقول مكنسة فقط ها نجد بطلتنا تسلقت من الشباك ولنذكر فقط إنهم في الطابق الثالث عشر بطلتنا ممسكة لحافة الشباك وترتجف أرجوك 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 ويدها تبدأ بالارتجاف من الخوف ولأن هذا أمرا صعبا حتى فينتبه أن الصناديق قد تراكمت فوق بعضها البعض ويبدأ بالمشي باتجاهها يمشي بخفة وهي تصرخ وتقول اللعنة 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 إنه يمشي نحو على هذا الاتجاح ليس لدي أي خيار لابد لي من القفز للأسفل فتنتبه أن هناك مكيف تمد يدها للصعود على المكيف وتقول ربما ربما سأتمكن من الوصول إلى غرفتي من هنا تمد قدمها وفجأة تسقط بطلتنا ولكن من حظها السعيد أنها لم تسقط على الأرض ضربت في حافة الطابق الذي أسفلها مباشرة وهذا الحقير فتح النافذة ورآها وكله دماء ويقول أليست هذه تستيقظ بطلتنا لتجد نفسها بالمستشفى تستيقظ مفزوعة جدا وصديقتها بجانبها وتالس وتقرأ كتابا قالت فتقولها أنت مستيقظة روزي فتقول هاو أنت بخير كنت قلقة عليك أين نحن نحن في المستشفى مستشفى نعم لقد كنت فاقدة للوعي منذ الليلة الماضية هل تمحثين عن نظارتك تخرج صديقتها نظارتها وتعطيها إياها تقول ها هي لقد تحطمت العدسات لكني أعتقد أن الإطار لا يزال بخير لذا ستحتاجين إلى استبدال العدسات فقط عندما تنظر إلى نظارتها بطلتنا تبدأ بالتذكر ذكريات خفيفة عن الذي حدث وتشعر بألم برأسها صديقتها تقول انتظري هنا سأستدعي الطبيب حالا بطلتنا تمسك صديقتها من يدها وتسألها ما الذي حدث لي تجيبها لقد تجاوزت الطريقة إلى شقتك وضربت رأسك بعد ذلك وجدك أحد جيرانك ونقلك إلى المستشفى جاري نعم إنه وفجأة يأتي ومعه قهوة ويقول آسف على التأخير ها هي القهوة أنت مستيقظة كيف تشعرين تتذكر كل شيء بسرعة وتختنق من الخوف تبدأ بالصراخ ويأتي الطبيب يركض ماذا حدث هل استيقظت المريضة تصرخ ابقى بعيدا عني ابقى بعيدا عني أيها الطبيب أقبض على ذلك الرجل بسرعة ها لماذا صديقتها تقول هاي ماذا بك تعالي إلي تحتضن صديقتها وتقول لا تقترب منها ولا تقتربي من هذا الرجل هذا الرجل هو قاتل قاتل لقد رأيته بعيني نعم رأيت كل شيء لقد قتل شخصا أمام عيني إذ لم تعتقله الآن فسيقتلني أيضا نجده يعطي نظرة براء شديدة جدا والطبيب يقول ماذا تقول هذه الفتاة آسف أنا في حيرة من أمري أيضا فيسأله الجار للطبيب هل من الممكن أن دماغها اختلق ذاكرة كاذبة أو شيء من هذا القبيل أجابه الطبيب حسنا لقد ضربت رأسها بقوة لذا فهناك احتمال أو قد يكون لديها كابوس ولا يمكنها تمييز الحلم عن الواقع فتغضب وتبدأ بالصراخ من الذي تتحدث عنه بشكل عرضي إنه ليس حلم أو ذاكرة خاطئة إنها حقيقة تبدأ صديقتها بتهديئتها وتقول روزي استمعي إلي هذا الشخص لقد كان الشخص الذي وجدك فاقذة للوعي ثم حملك بنفسه إلى غرفة الطوارئ إذ لم يكن ذلك بسبب استجابته السريعة فقد كان من المحتمل أن يحدث لك شيء أسوأ حتى فتقول البطلة هو أحضرني إلى هنا بلى لم يكن بإمكان المشفى الاتصال بوصيك لذا اتصل بي بدلا من ذلك وكان عليهم اختراق هاتفك آسفة أيضا إذا رأيته حقا يقتل شخصا ما أعتقد أن المشفى سيكون آخر مكان يحضرك إليه تقول ولكن وتتذكر عندما طعن تلك المرأة في بطنها وتكون تريد أن تستفرغ أجلكم الله وتقول شعرت أنه حقيقي جدا لا لا يمكن مستحيل أن يكون حلما إنه مستحيل يقتر منها الطبيب ويقول هاي هل لا هدأتي قليلا اسمحي لي بإجراء فحص سريع وتقول أين هاتفي أنا سأتصل بالشرطة تتصل بالشرطة ويأتي الشرطيان وتكون أخبرت الشرطي بكل شيء الشرطي يقول آه إذا اسمحي لي أن ألخص الأمر الليلة الماضية لقد شهدته يقتل شخصا ما في منزله الذي دخلت إليه بالصدفة في المقام الأول وبعد ذلك وجدك مصابة وفاقدة للوعي ثم نقلك إلى غرفة الطوارئ لقد استيقظت هذا الصباح واتصلت بالشرطة بينما القاتل نفسه انتظر وصول الشرطة دون أي مقاومة يا رجل أنت أكثر مجرم حسن السلوك رأيته على الإطلاق الجار يقول أنا آسف سيدي يبدو أن هناك سوء فهم تصرخ وتقول لا يوجد أي سوء فهم أنا متأكدة من ذلك رأيته يستخدم سكين مطبخ لطعني امرأة حامل إذا كنت تريد بإمكاني حتى أن أخبرك بما فعله الليلة الماضية بالتفاصيل يقول عجوز أعرف إهدئي ولا تصرخي في أذني أنا لست أصم الأطفال في هذه الأيام لا يحترمون كبار السن تقول البطلة على أي حال لم أكن أكذب أرجوك صدقني إذا بحثت عن منزله فأنا متأكدة من أنك ستحثر على شيء ما الجار يقول أنا لا أمانع لا تحتاج إذن للتفتيش حتى الشرط يقول حسنا إذن ويذهبون إلى الشقة ويقفون مع صاحب العمارات كلها وصاحب العمارات أصدقائي يقول أن في الدور الثالث عشر لا أحد يستأجر لأنه بعيد جدا وجاء الجار الحقير هو الوحيد المستأجر في الطابق الثالث عشر يصعدون إلى الطابق الثالث عشر والشرط يقول للبطلة يا آنسة لا تحتاجين إلى اتباعنا إلى هنا أنت تعيشين في الطابق السفلي أليس كذلك بإمكانك الذهاب إلى المنزل تقول اسمح لي أحتاج إلى إظهار أين وكيف حدثت الجريمة بالضبط حسنا إذن تنظر إليه وتقول هذا يضايقني لماذا هو هادئ جدا الشرطة هنا وأنا على وشك كشفه مع ذلك مع ذلك الوجه الساذج والتمثيل بالبراءة لا أحد يصدقني بالتفكير بأن ذلك الشخص هو نفس الشخص الذي رأيته الليلة الماضية تبدأ بالاختناق إذ لم تكن الشرطة هنا كنت لأسحب هاو وأهرب بسرعة يصلون إلى باب غرفته ويقول الجار لقد وصلنا يفتح الباب بهدوء ويدخلون يقول الضابط عندما يدخلون إذن أين بالضبط حدث القتل المزعوم تؤشر بيدها وتقول هناك في منتص وتنصدم أنه غير الغرفة كاملة وتقولها لحظة لحظة هل كانت تلك المفروشات موجودة في الليلة الماضية أتذكر أنه كان هناك فقط ها يقول لها الشرطي توقفي عن الشروط وأريني آه نعم يبدأون بالبحث أصدقائي ولا يجد أي شيء الشرطي يقول ده أين يوجد أي شيء هنا فتقول من الممكن أنه نظف الدماء أرسلني إلى المستشفى في الليلة الماضية الآن نحن في الصباح كان لديه الكثير من الوقت للتنظيف فصديقتها تقول آه حول هذا روزي اقتربي آسف يا روزي ولكن لا يمكنني اتخاذ جانبك هذه المرة كان يرافقني في المستشفى طوال الليل بينما كنت أنتظرك لتستيقظي الأطباء والممرضات كانوا مشغولين للغاية لذا كان هو الشخص الوحيد الذي هدأني تقول ماذا؟ إذن كان بإمكاني شخص آخر تنظيف مسح الجريمة من أجله ليس من المستحيل هي أنك ضربت رأسك ولا يمكنك التفرقة بين الحلم والواقع هل فهمتي؟ دعينا ننهي هذا اليوم ونرحل الشرطة مشغولون بما فيه الكفاية كما تعلمين فتقول انتظر انتظر أرجوك ابحث في هذا المنزل بشكل أكثر دقة حتى لو تم تنظيف الدماء فقد يتبقى دليل آخر لذا إذا قمت أنت بالبحث الجيد فيقول ناديني سير سير وليس أنت مش وقتك أبدا أيها العم ويقول كنت أفكر في الأمر وأكبر منك بكثير لذا ادعوني بسر فتقول هذا ليس الوقت المناسب لهذا وتتذكر أنها لم تمت الفتاة التي طعنها وكانت ترتجف فتقول كان يجب أن أقول هذا مبكرا ولكن تلك المرأة قد تكون على قيد الحياة عندما طعن تلك المرأة الليلة الماضية كانت لا تزال تتحرك لذا من الممكن أنه يخفيها هنا في مكان ما على قيد الحياة فينظر ببراءة ويقول أنا أنا يا ستي أنا ياختي والنعمة مش أنا على أي حال فتقول إذا كنت سريعا فقد تكون قادرا على إنقاذها الشرطي يغضب ويقول أولا قلت أنها قتلت والآن تقولي أنها لا تزال على قيد الحياة بالفعل إذا كنت تريدين الكذب فعلى الأقل نصق كلماتك جيدا وادعوني بسر أليكس لنذهب نعم يا سر فتتذكر الغرفة التي اختبأت فيها وتقول هذه هذه الغرفة لقد كانت الغرفة التي اختبأت فيها الليلة الماضية كانت مليئة بالصناديق وبعض منتجات التنظيف لن يكون بإمكانه إنزالة كل هذه فتفتح باب الغرفة لتصدم أنه لا يوجد فيها أي صندوق فيها فقط القطة ميلو صديقتها ترى القطة وتقول هذه قطتك إنها جميلة جدا أجل اسمها ميلو كم هو اسم اللطيف هل يمكنني اللعب معها يجيبها لبأس ولكن ميلو ليست محبة لللمس والبطلة تنظر مصدومة ومسعوقة أين ذهبت الصناديق الشرطي يقترب ويقول لذا ما الذي كنت تريدين إظهاره في هذه الغرفة قطة تنصدم وتقول ما الذي يحدث ما الذي يحدث ما الذي يحدث هل يمكن أنني دخلت شقة أخرى في الليلة الماضية ولكن ولكن المالك أخبرنا الآن فقط منزله هو المنزل الوحيد المسكون في الطابق الثالث عشر انتظر الطابق الثالث عشر تتذكر حينما سقطت وتقول عندما أفكر بالأمر وعندما صديقتها قالت لها لقد تجاوزت الطريقة إلى شقتك وضربت رأسك بعد ذلك وجدتك أحد جيرانك ونقلك إلى المستشفى وتقول إذا سقطت حقا من الطابق الثالث عشر كيف ما زلت حية وبخير ما لم يكن ذلك كله خيال وبدأت تشك فيما رأته الشرطي يسألها أيمكنني أن أطرح عليك سؤالا هل كنت تحت تأثير أي من المواد عند حدوث عملية القتل أدوية كحول أي شيء تتذكر الدواء الذي أخذته من المرأة التي تعمل عندها وتقول أخذت دواء لأنني كنت مصابة بصداع لماذا يسألها أي نوع من الأدوية تبدأ بالتفكير أي نوع أي نوع لست متأكدة لم يكن هناك أي ملصق عليها يقول آه لقد فهمت كوني حذرة ألا تأخذه أي أدوية دون وصف من الطبيب في المرة القادمة يقول الشرطي إذن هذا هو الأمر لنذهب يا أليكس يا لها من مضيعة للوقت يغادرون وتغادر البطلة باتجاه شقتها ورأسها يؤلمها وبدأت تشكك في روايتها صديقتها تقول روزي هل أنت بخير لا بد أنك مرهقة هذا هو سبب شعورك بأن حلمك كان حقيقة لا تهتم لذلك واسترخي هذه هي شقتك أليس كذلك أعطني المفتاح سأفتح الباب من أجلك تدفع بطلتنا صديقتها وتقول لا 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 بأس يمكنني فتحه بنفسي أنت لم تنام الليلة الماضية لأنك كنت تعتنين بي صحيح يجب أن تذهب إلى المنزل وتستريحي أيضا صديقتها تغادر وتقول حسنا حسنا إذا احتشت إلى أي شيء فلا تتردد بالاتصال بي بطلتنا تقول لها لك ذلك شكرا لك وتضع بطلتنا رأسها على الباب ومتعب وتقول ها لا بد أنني متعبة جدا تغادر صديقتها من العمارة وتتساءل أين قمت بركن سيارتي وفجأة أتجار يفتح الباب ويقول ها أنت هنا ها سيد آدم فتقول له آسف حقا للمشكلة التي سببتها صديقتي إنها هكذا لأنها مرهقة جدا من فضلك سامحها فيجيب لا تقلقي أنا أفهم وفقط ناديني آدم من دون سيد لم يكن لدي فرصة لأن أسأل ما اسمك ولكن ما هو اسمك فتجيبه أنا هواني ولكن أصدقاني ينادوني بحواء حواء يعني حواء هي مكتوب حواء لكن بالماليزية معنى الاسم حواء فيضحك بالضحكة لطيفة ويقول حواء آسف لماذا تضحك يقول أنا آدم وأنت حواء إنها مطابقة رائعة أليس كذلك فتقول آه أنت على حق لم ألاحظ هذا على أي حال يا حواء يجب أن أعمل تقول آه حسنا آسف على طيلك يقول لا تقلقي بشأن ذلك فينتبه أن هناك ورقة على شعرها يمد يده ويقول اعذريني للحظة يقترب منها تشعر بالخجل يأخذ الورقة ويرميها على الأرض تقول آه حسنا أرى ذلك إنها ورقة آه تخجل جدا يغادر ويقول صديقتك هي جارتي لذا أعتقد أنني سأراك في الجوار يا حواء تخجل جدا وتتوتر وتقول آه 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 أجل أجل أراك لاحقا ويبدأ قلبها بالخفقان أصدقائي هنا سأتوقف وسنكمل في الحلقة القادمة هذه القصة مليئة بالتوتر وملئة بالتناقضات أريد منكم أن أرى الآن تحليلاتكم وتعليقاتكم هل منكم من يظن بأن روزي تتخيل وتتوهم ولم يقتل أي أحد وهذا الشخص حقا لطيف ومن منكم يرى بأنه حقا قاتل ومجرم وشاهدت الحقيقة وفقدت ذاكرتها أو جعلوها تتوهم بأنها ليست حقيقة وهي حقيقة أريد أن أرى كونان وجميع المحققين في التعليقات أروني إبداعاتكم وأروني أيضا دعمكم ولا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة أتمنى لكم رحلة ممتعة سلام شكرا